تاج ان انت يشاركوا بشكل اساسي لكن خلينا اقولك ممكن مصطفى شبير يعني رايزم تتكلم على مصطفى شبير يعني كنت هرجعلك للماتش حقيقة بفكرة التشكيلة نفسها وبداية من شبير الحقيقة وتقلقهم هي في كورة في الماتش هي نقطة التحول الحقيقة اللي هو صدق على مرتين على مرتين بص معنا قلتلك افروق دايما الجن يعني مصطفى شبير مش عايزين نتكلم له ربنا يا حفن اللي بحميه لا واضح انه يعني كان بيتمرن كويس مركز حتى لما وقف يعني وقف بشكل جدي بيتحرك بشكل جدي بيعنده رد فعل كمان كويس يا فروق يعني حتى الكورة اللي بيصدها بيقوم وعنده رد فعل النهارة اللي اترامى عليها وطلعها وبعدين بيقوم تاني وبيطلعها برجله لا تحس ان جون مركز مركز وده انا بقولها لك ممكن من اللجوان اللي هتفرق مع النادي الاهلي الفترة اللي جاية وهتبقى فيه منافسة بينه وبين محمد الشناول لما يرجع بتقول ليش بقى انا محمد الشناول ورقم واحد ورقم اتنين لكن بقى الصفة شبير بيصد وهو الشناول بكده يتمره خلي بالك ها ما دي حاجة كويسة وهتدي وهتدي تحفيز اكتر لشبير طبعا اعني ما ده البص يا فروق زمان لما كان يجيبه نادر السيدة عشان عصام الحضر عشان عصام الحضر يبقى كويس لا بص خلينا بس لا ما انا بقولك انا بكلم النقطة دي ما اعتقدش النادي الان لا بيجيب لعب عشان خالي لعب التاني يعني اتنحرر الشواء لا على فكرة كان بيجيبه وكان بتحصل على فكرة وكان بتحصل في ايامنا لا انا محترامي محترامي نادر يعني مش موجود عشان انا مش بتكلم على الكابتن نادر على فكرة بتدي منافسة كبيرة للاتنين والاحسن فيهم يقف لكن انت لما ترجع نارضة تقولي مصطوفى الشبير والمحمد الشناوي لا اللي في استمراريا ان مصطوفى الشبير حق ربنا يبقى موجود وهو اللي يشارك لحد ما يدب مصطوفى محمد الشناوي يلعب ويشارك ايه المشكلة لكن انت النهاردة لما تيجي في عز تقلق مصطوفى الشبير في الوقت ده وتيجي تقعده لا صح او لا انا بتكلم غلط انت ناس اتنين حراس مربع موجودين برضو في النادي ما انت بتكلم على زنفولي وحمزة علاء كمان لا بس انا بقولك على اتنين دول تحديدا لان انت الجن ما تدرش ان انت تلعب فيه او انت تغير فيه كتير لكن انا بقولك تقلق مصطوفى شبير الفترة ديك ممكن يبقى رقم واحد في مصر الفترة اللي جاي ليه لأ هو يلعب منتخب مصر انت بتلعب مع النادي الاهلي وبتلعب في افريقيا من رأيك ليه ملعبش في مباراة منتخب مصر او في البطولة لعبها منتخب مصر شو بيه؟ لا اوى ممكن ان كابتن حسام كان بيعنده وجهة نظر ان انت بتلعب خبرات وممكن يكون خايف عليه ممكن ان هو واخده ان هو يبقى عنده احساس ان هو يشارك مع منتخب مصر لكن انا بكلمك كابتن حسام ممكن يعتمد على الخبرات بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت لكن هو لأ لما ياخد اكيد هيشارك وهيقدي بشكل كويس وهيافزل طيب هارجعلك للماتش تاني كابتن وبدهب وشوفنا سنبا كان يعني مستحوز على الكورة بشكل كبير جدا في الماتش ده بتشوف برضه ليه الاسباب ان الاهل سنبا يعني يمسك الكورة بالشكل ده وبقى فيه يعني حجمات خطر الحقيقة منها اللي احنا قلنا نتكلم عليها بتاعة شو بيرد مكانش فيه ضغط من نص الملعب يا فروق مفيش اللي انت بتقابل وتقطع مفيش الضغط الكويس من التلاتة اللي فوق سواء مودس او حسين او ريدا سليم نفس الطريقة يمكن كوكا ممكن يكون تايح شوية في نص الملعب نظر اللي موجود ان مروان عطية والسلاة موجودين مفيش ضغط مفيش تربط على فكرة وممكن انا قلتك منو حذرت الفترة اللي فاتت انت سهل ان انت تختارك من دفاع النادي الالف مبارح هل بقى ده عشان المباراة سهلة او ان انت مستعد تكسب بشكل كبير او انت كذبان هناك او ان انت متطمن للنتيجة ده اللي احنا شوف او انت سهل الماتش انت مازلت شعر الاكس يعني مش بنستقسل ان انت ما بتضغطش مفيش لعبة بتضغط مفيش لعبة بتقابل بتقطع كورة يمكن شفتها في المباراة دي مبارح لكن لعبة سيمب مبارح انت مبارح حتى المدرب بتاعهم يمكنه وقالك انا جاي بلعب المباراة بالنسبة لتحصيد حاصل ومش بكى على حاجة فجاي اقابل واكسب انا جاي لعب على المكسب لكن انت اصطدمت ان انت بتلعب النادي الالي وبتلعبه بشكل كويس طيب اه اه دايما الدفاعات الموجودة في النادي الالي دايما كان موجود ياسر ابراهيم وآه وعبد المنم دلوقتي رامي ربيع وعبد المنم شايف التطور اللي حصل ما بين رامي وعبد المنم ما عملت ازاي وهل لو ياسر رجع هل ممكن يعني يبقى فيه اختلاف ممكن يلعب بقى مكان رامي يعني هتبقى منفسة كبيرة فروق انا انا بكلمك هتبقى منفسة كبيرة بشكل محترم لان ياسر ابراهيم انت بتكلم دولتي على دفاع نادي الاهلي والاختراقات من عمقه في الهاتف اه اه ايه دي النقطة انا بقولك ممكن يكون مستسال لكن انا بكلمك على رامي ربيع لا متقلق سوامع المنتخبه والنادي الاهلي في الفترة اللي فاتت وممكن انا بقولك يمكن هو صمام امان النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت دي وبيقدي بشكل جاية لكن خلينا اقولك ان محمد عبد المنعم ممكن يكون بيفكر في الاحتراف وانا انا سمعت اكدر من تصريح ان الرجل عايز يحترف في دوري من إحدى الدول الخليج وليه ما ياخد الفرصة ويسافر بدليل أن أنت بتتعاقد مع مدير مع مدافع من الجزائر فأنا بأعتقد أن محمد عبد ميلم مش يبقى موجود للفترة اللي جاء في صفة كبيرة